السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم أستر شادي هشام التركي من قناة Everybody English هنكمل مع بعض ان شاء الله نهاردة القصة بتاعة David Copperfield المكررة على الصف الثاني الاعدادي مدارس اللغات والتجريبي كنا اخر مرة شرحنا chapter 3 نهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وناخد chapter 4 اللي هو بعنوان David and his aunt David وعمد طيب يريد اللي ما تباشى معانا قبل كده ال first three chapters chapter 1 with 2 with 3 هتلاقوهم في قائمة التشغيل او في البلايليست بعنوان قصة الصف الثاني الاعدادي David Copperfield طيب خلينا نعطون نروح ل chapter 4 questions and answers طيب السؤال الاول معانا بيقول Why was David's journey hard ليه الرحلة بتاعة David كانت طويلة طيب رحلة ايه او كانت صعبة رحلة ايه هو طبعا خلاص هو قرر اخر حاجة وقفنا عندها في chapter 3 انه هو قرر انه هو يدور على عمته واللي ساعدته في كده كانت بيجادي لما جابت له العنوان بتاعها وبعتته له في خطاب وبعتته له كمان مع فلوس فهو بقول بقى السؤال هنا بيقول why was David's journey hard ليه الرحلة بتاعته دي كانت صعبة طيب منقول because a carter stole his bag of clothes and money and ran away يعني ايه يعني وهو ماشي كده وماشيك الشنطة بتاعته ورايح عشان يبتدي الرحلة بتاعته دي فيه حرامي جيه خد منه الشنطة وجري طب الشنطة دي كانت فيها ايه كانت فيها اللبس بتاعه والفلوس اللي كانت بيجاري بعد اتهاله فكده هو اصبح لا بقى معه فلوس ولا لبس ولا حتى كمان اكل السؤال التاني what did David have to do after losing his bag ايه بقى اللي ديفيد كان لازم يعمله بعد ما الشنطة بتاعته اتسرقت او بعد ما فقد الشنطة بتاعته يعني طيب هنقول هنا تلات حاجات اول حاجة he had to walk for six days تخيلوا كان مضطر بقى ان هو انه مخلص ما بقاش معاه فلوس كان مضطر انه هو يمشي على رجله لمدة ست ايام عشان يقدر يوصل للعلوان بتاع عمته اللي هي ساكنة في المنطقة بتاعت زي ما قلنا قبل كده تمام طب ايه كمان he had to sell his coat and choose to get food يعني كمان كان مضطر ان هو ايه يبيع البلدو بتاعه اللي كان لابسه والجزمة كمان اللي هو كان لابسها عشان خاطر يقدر ياخد الفلوس بتاعت الحاجة دي ويشتري بها اكل عشان يقدر يكمل الست ايام ماشي طب وايه اخر حاجة he had to sleep on farms and under trees كان كمان مضطر ان هو بقى ايه يفدل يتنقل كده من مزرعة المزرعة وينام فيها شوية وكان بينام برضو احيانا تحت الشجر فطبعا شاف ست ايام يعني من اسود الست ايام اللي ممكن يعده على اي حد في حياته السؤال التالت طيب بنقول how did miss patsey receive david at dover miss patsey بقى اللي هي عمته او ممكن برضو في الامتحان يقول mrs trotwood طبعا trotwood ده هو لقب miss patsey فهو هنا بيقول ازاي miss patsey استقبلت david في dover او في محل اقامتها يعني بنقول she wanted him to go away from her house because she didn't like boys and david was very dirty يعني ايه الكلام ده يعني اول حاجة كده كانت عايزة ان هو يمشي كده ايه ويبعد بعيدة عنها خالص وعن بيتها ليه لان هي ما كانش بتحب الولاد خالص وفاكرين الكلام ده طبعا من chapter one وكمان david بعد الرحلة الصعبة اللي هو شافها دي ومشي ست ايام وبهدلة كان شكله قصر جدا متسخ كده وحالته بالبلى يعني فطبعا واحد جاي خبط عليها ويقول لها انا اريبك اكيد مش هتصدقوا بالسهولة دي تمهم طيب السؤال رقم اربعة والسؤال ده بقى مهم جدا بيقول لنا ايه what did david tell his aunt when he first met her اول ما david شاف عمته قال لها ايه طيب قال لها اربع حاجات لازم نبقى عارفين الاربع حاجات دول واحنا بنجاوب رقم واحد he told her that he was her nephew قال لها ان هو ايه ابن اخوها تمام نفيو اللي هو ابن الاخة وابن الاخت ولو حبين طبعا نحن نقول بنت الاخة وابنت الاخت بنقول نيس تمام بس ده مش موضوعنا دلوقتي نفيو هو ابن اخوها وده بيأكد ان هي طبعا عميتو عارفين الكلام ده باردو من chapter 1 طب قال لها ايه تاني he told her that his mother died كمان قال لها ان ممته ماتت طب ايه كمان رقم ثلاثة he told her about his sad sorry his hard life about his hard life in london يعني كمان قال لها على حياته الصعبة الشاقة اللي هو عاشها في لندن فاكرين لما قلنا ان هو كان بيشتغل وكان بي Being بيعمل زي ان هو بيخسل ازايز والكلام ده كله طبعا هو باقى هنا يقصد النقطة دي طبعا انت حابب وانت بتجاوبي انك توضح ايه اللي كان بيحصل في لندن بالzبت طبعا يبقى افضل لكن لو كتبنا كده برضو هناخد الدرجة مفيش مشكلة طب رابع نقطة قالها لها He told her about his tiring journey to her وختم بقى حكالها قد ايه رحلته ليها عشان يوصلها في منطقة دوفر دي كانت شقة ومتعبة بالنسبة له جدا تمام؟ يبقى بنرتب الأربع حاجات دول بالترتيب كده عشان خاطر الإجابة تبقى منطقية طيب نروح بعد كده للسؤال الخامس بيقول لنا What did Miss Patsy do after she knew that he was David Copperfield؟ عملت ايه بقى Miss Patsy لما عرفت ان اللي بيكلمها والولد اللي قدامها ده يبقى David Copperfield يعني من عيلة Copperfield اللي هي تعتبر عيلتها برضو هنقول تلات نقاط طيب أول حاجة بنقول She let him inside her house سمحت له يدخل بيتها طيب ايه كمان She gave him a bath وخليته يخش كده ياخد دوش وينضف من القزارة اللي هو كان شايفها في طول السكة دي طيب ايه كمان تلات نقاط She gave him a good dinner وعشته كده عاشه حلوة يعني Because they were liars عشان كانوا كدبين وليه كانوا كدبين لان هما طبعا قالوا لها ان ديفيد ده بيعمل مشاكل وان ديفيد ما كانش اسلكه كويسة عشان كده احنا خرجناه من مدرسة وحاجات كتير كده وان هما قالوا لها ان هو ولد مش كويس وهي طبعا عرفت لما عملت ديفيد بقى عرفت ان هو لأ ان هو كويس وفوش حاجة هو الولد يعاني طبعا سؤال رقم سبع Why did miss patsy decide to do أه سوري أه سؤال مفروض What what did miss patsy decide to do after meeting the merge stones Miss patsy بقى قررت تعمل ايه بعد ما قابلت الم merge stones زي ما قلنا من شوية ان هي قابلتهم في الحديقة عندها بعتت لهم خطاب طلبت منهم ان هما يقولها عشان خاطر تسألهم عن ديفيد طب ايه القرار اللي اتخذته بعد المقابلة دي منقول She decided to keep David and give him a good life قررت بقى خلاص ان هي تحتفظ بديفيد عندها وتفضل مخلية عندها في البيت وتدي له كمان حياة كويسة طيب السؤال التالي How did miss patsy care about David's education ازاي بقى miss patsy قررت ان هي تهتم بالتعليم بتاع ديفيد زي ما قلنا هو قبل كده كان في سالم house school وطبعا خرجوا منها Mr. Merdstone عشان يكسب رزقه ويودي المصنع اللي هو بتاع الازايز هنشوف بقى miss patsy هتعمل معايا اول حاجة She wanted David to go to a good school كانت عايزة ديفيد ان هو يروح لمدرسة كده ايه حاجة شيك كده محترمة يعني طب ولذلك هي عملت ايه She went to her lawyer Mr. Wickfield to find the school طيب شريعا كده مين Mr. Wickfield اللي ظهر فجأة ده Mr. Wickfield ده المحامي بتاع miss patsy trotwood المحامي بتاعها الخاص هي طلبت منه ان هو يشوف بقى مدرسة كويسة عشان ديفيد يبتدي يخش المدرسة دي وهنشوف قدام شوية ان المدرسة دي هيكون اسمها Dr. Strong School طيب طيب السؤال الرقم تسع Who was Yuria Heep طب Yuria Heep طبعا الاسم يعني تحسوه مش مش انجليزي قوي خلينا نشوف مين هو He was Mr. Wickfield's assistant كان المساعد بتاع Mr. Wickfield في المكتب بتاع المحاميه هو كان طالب بيدرس محاما وكان بيتدرب كده انا قدر نقول بيتدرب تحت ايد Mr. Wickfield يعني طب التاني حاجة He was very poor and humble كان فئير جدا ومتواضع جدا آخر حاجة He was studying law to be a lawyer وكان بيدرس القانون عشان يكون محامي طيب طبعا هو عمل حركة مش لطيفة خالص مع Mr. Wickfield هنعرفها قدام شوي طيب السؤال رقم عشر How was Mr. Wickfield kind to David ازاي بقى Mr. Wickfield كان عطوف كده ودود مع ديفيد منقول برضو هين نقطتين منقول He helped David to go to a good school هو ساعد ديفيد انه هو يودي لمدرسة كويسة لانه هو اللي دور على المدرسة طيب و ايه كمان He welcomed David to stay at his house وقال له طالما طول فترة المدرسة انت مرحب بك انك تكون قاعد عندي في البيت تمام طيب نيجي بعد كده للسؤال رقم حداشر بنقول Who was Ann's طيب مين هي Ann's Ann كانت بنت Mr. Wickfield طبعا وخلينا نقول كده نقطة عنها لازم طبعا بنذكر أربع نقطة عن Ann طبعا في ناس برضو بينطقوا اسم Ann بينطقوا Annies تمام وفيه برضو ناس بيقولوا Agnes بس طبعا Agnes ده انا مش شايفه يعني مش شايفه صح لان في قاعدة كده في الانجليش بتقول ان الجي ان لما بيجواره بعض بيبقوا كأنهم النبس أو نية فا اما نقول Ann's أو Annie's تمام طيب المهمة بقى هي كانت مين من تدي نقول she was Mr. Wickfield's daughter كانت بنت Mr. Wickfield تاني حاجة she looked after her father and the house كانت بتاعتني جدا بباباها وبالبيت تالت حاجة she wanted to make her father happy after her mother's death أو her mom's death كانت دايما عايزة بباها يكون مبسوط خاصة بعد وفاة مامتها ورابع حاجة she helped David with his lessons كانت كمان بتساعد David احيانا عشان يذاكر الدروس بتاعته فواضح جدا ان هي حد متعاون وجميل جدا يعني طيب السؤال رقم 12 what surprise did David have while نحل بنا بقس من السؤال ده جدا while visiting يوريا ايه المفاجأة اللي اللي حصلت لديفيد لما كان بيزور يوريا طبعا يوريا لما شاف ديفيد طلب منه ان هو يروح يزوره هو مامته يعني يوريا ومامته ولما راح بقع على ديفيد عشان يزورهم ايه المفاجأة اللي لقاها بنقول he met mister micauber by chance فاكرين mister micauber اللي كانت سجن بسبب الديون واللي قلنا ان هو بيرمز لوالد charles dickens هو بقى قبله قبله هنا بالصدفة طيب السؤال رقم 13 بنقول بنقول how did David's education end successfully ازاي تعليم ديفيد انتهى نهاية ناجحة طيب برضو هنا هنقول حوالي اربع نقط اول حاجة بنقول he did well at doctor strong school هو كان بيعمل كويس جدا في المدرسة بتاع doctor strong school طب ايه كمان he started very hard كان بيذاكر باجتهاد جدا طب ايه كمان he succeeded by the help of his aunt and annies كان دايما بيعني بينجح بسبب ايه مساعدة عمته وانيز اللي كان بتساعده في المذاكرة طب ايه كمان he finished high school and wanted to start his career خلص بقى الهاي سكول او المرحلة العالية من المدرسة بتاعته زي ما نقول كده مثلا ايه السنوي مرحلة السنوي او البكالوريا يعني مثلا ويكرر بقى انه هو يبتدي الكارير بتاعه او حياته المهنية يعني سؤال رقم 14 who was mister dick طيب هو هنا الشخصية دي ملهاش تأثير اوي في القصة ولكن لازم برضو نكون عارفينها بنقول he was miss batsy's neighbor دا كان جار miss batsy لما جالها دايفيد خبطت على ميستر ديك وقالت له قول لي نصيحتك اعمل ايه انا جاي لي ولد وبيقول لي ان هو عايز يعيش معايا واني انا عمته فطبعا ميستر ديك هو لنصحها وقال لها اه تحتفظ بي وتبعت لأهله وتشوف الكلام ده صحيح ولا لأ والسؤال الاخير السؤال رقم 15 how bad was yuria ازاي يوريا بقى كان سيء للغاية نفاكرين لما قلتلكو هنعرف قدام شوية معلومة كده عنه مش حلوة خالص هي بقى بتقول ايه he took control over mister wakefield's office because mister wakefield was broken by his sadness for his wife's death طب يعني ايه الكلام ده يا ميستر بالراحة كده يوريا لما لقى ان ميستر wakefield عمال يوم ورا يوم يتضهور بسبب حزنه على وفاة مراته المكتب بقى بالنسبة له فرصة المكتب اللي هو بيدرب فيه فبدأ ان هو يسيطر على كل حاجة في المكتب ده سواء بقى كانت الاواضي الحاجات المالية مش عارف الحاجات ده كلها فالجزء بنقول he took control over mister wakefield's office يعني هو سيطر تماما على مكتب mister wakefield ليه؟ ممكن يقول لنا why نقول مثلا why did yoria take control over mister wakefield's office فهتكون الاجابة because mister wakefield was broken كان مقصور يعني ومأهور by his sadness بسبب حزنه for his wife's death على وفاة زوجته بكده بيكون احداث الفصل الرابع او chapter 4 بتنتهي معنا 便 it يريد نكون متابعين كويس الموارتز بك από القصة لان هي واحدة بتوصل للتانية والتانية بتوصل للتالتة وهكذا فللي ما شفش الفيديوهات اللي قبل كده واول مرة يشوفنا تبعا اهلا بك او اهلا بكي يريد نرجع للفيديوهات القديمة عشان نتابع القصة بشكل جيد نبقى نكتب الاسئلة والاجابات ونحفظها كويس لان دي هتساعدنا جدا 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 ان احنا نجاوب على جزء كبير إن شاء الله جزء اللي هو بيبقى فيه commentary أو إن احنا بنعمل comment على quotation معين هيكون بينزل بعد ما نخلص الأسئلة بالإجابات هنزله برضو على شكل chapters في فيديوهات مختلفة ده ليه عشان ما كانش مدة الفيديو تبقى طويلة بحيث تبقى مثلا إيه أسئلة وإجابة بعد كده كتبقى comments فكتبقى الفيديو مدته طويلة جدا ولذلك ما تقلقوش أنا مش هانسى موضوعي comments لا هتنزل إن شاء الله ولكن في أجزاء تانية لما نخلص الquestion with answers عشان بس كانت فيه ناس قدسأل في التعليقات وطبعا ما تنسوش أن تدعموني بقى بلايك وبتعليقات جميلة كده كالعادة بشكركم جدا جدا على الدعم الجميل منكم جميعا وأتمنى إن شاء الله متابعتكم الدائمة شكرا جزيلا لحصن المشاهدة والاستماع كان معاكم مستر شادي من قناة iverybody English والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته